نترحم على شهداء أبناء ترهون الذين ألقوا حدفهم في المقابر الجماعية من عصابات الإجرامي الكاني وهذه قضية ترهون معاش بدت مخفية بالنسبة لمرأة ومسمع العالم كله مش ليبيا بس أو حكومة ليبيا والله نتمنى من حكومة تبيبة أن تحط في اعتبارها أو تاخذ بمحمل الجدية قضية ترهونة وفي بعض من الناس تسعى إلى مصالحة وطنية وبالنسبة لنا كأبناء ترهونة وأهل ضحايا نحن ضد أي مساعي من أجل المصالحة الوطنية لن يقوموا بالانصاف والحق وأخذ أجبر ضرر الأهالي وجالب الناس المجرمين الذين احتمتهم من منطقة الشرقية وحضنتهم وحمتهم وتقديمهم للعدالة والقانون نطالب من حكومة الوحدة الوطنية لأخذ حقوق ضحايا هالي ترهونة في المقابر الجماعية الكشف عن باقي المقابر الموجودة لأن أغلبية الجاثمين لم يتم استخراجها ونطالب بالسلطات القضائية بالإسراع في القبض على المجرمين ونطالب الحكومة الوحدة الوطنية بدراج الشهداء والمفقدين في وزارة الشهداء والمفقدين ونطالب حكومة الوحدة الوطنية بالقبض على المجرمين طبعا في المنطقة الشرقية قضية ترهونة مطالب حكومة الوحدة الوطنية العدالة الانتقالية والقصاص من العائلة الإرهابية المم والعائلة الكاني المجرمة قصاص منهم ولن نسمح بدخول قضية ترهونة في بنود المصالحة الوطنية التي حاليا مشكلها وزارة لأنها قضية ترهونة مفصولة كل الفصل عن موضوع المصالحة عبارة عن مجرمين أطفال عائلة الفلوس ونساء عائلة هرودة ورجال يعني فيها أكثر من ألف قضية منذ سنة 2012 ونحن نتعرض عليه اللي بطش هذه العائلة المجرمة يعني قضية ترهونة لن تسقط بالتقادم قضية ترهونة بعيدة كل البعد عن التجادبات السياسية لما دخل هاش بموضوع لأن فلان مع فلان ولا ولد الفلوس معاد يبي حفتر ولا يبي الوفاق ما دخل في شيء في همات جو قتلوه على خاطر أن نسباتهم من الزاوية ولا ولد عما يقاتل مع الوفاق يعني هذا هو موضوع ترهونة مفصولة كل الفصل عن الموضوع هذا هو إن شاء الله خير